لا نشعر بالأمان هذا لسن حال أهالي واسط حيث لم تستطع القوات الأمنية بقدها وقديدها تأمينهم من حوادث السرقة والقتل المنتشرة مؤخرا ورغم التحول واسط بتأكيد سكانها إلى ثكنة عسكرية تكثر فيها السيطرات الأمنية إلا أن هذا لم يحد من الجرائم توازيا مع تغيير رأس المنظومة الأمنية مع التغييرات الأخيرة التي أجرتها حكومة السوداني وازدياد الواقع سوءا تشوف عبارة عن ثكنة عسكرية صائرة اللي هي محافظة الواسط سيطرة على بعد كل 500 متر هذا الموضوع يعني إحنا ما نشوفه لا يغني فقيرا ولا يشبع جائعا كثرة الجرائم مع وجود كثير منها إحنا نريد الحس الاستخباراتي مسك الحدود لحد من المخدرات آمن محافظة شهدنا أحداث قتل شهدنا المروّجين إلى المخدرات كثرة بالمحافظة شنو السبب؟ السبب اليوم جاي نشوف القاعدة الشرطة الرجل يعني اليوم أول ما يجي حولنا المحافظة كلها إلى عسكر وتفتيش وكذا ولكن اليوم الجهد الاستخباري جاي نشوفها بالمحافظة ضعف المشكلة كما يرى الناشطون والمواطنون وجود غطاء قانوني لمرتكبي جرائم في واسط وعموم البلاد من قبل الأحزاب والميليشيات التي ينتمون لها والتي رسخت مبدأ الإفلات من العقاب طبعا هم المجرمين اللي جاي يصير عندهم الغطاء هو من جاي يسوى هاي الجريمة يحس أنه أكو إلى غطاء قانوني غطاء حزبي أن يطلع من هذه المشكلة لكن اليوم ما جاي نشوف رادح حقيقي أمام هذا الترهل والضعف بالقوات الأمنية تظهر مشكلة أخرى في بلاد تسيطر عليها الميليشيات وسلاحها بطورط ذات عناصر القوات الأمنية بالجرائم مع الأسف هناك أغلب الجرائم ومن ضمنها جريمة اللي حدثت في قضاء الزبويدية كان مع الأسف الشديد هو من الأجهزة الأمنية وهذا يشكل خطرا حقيقيا اليوم إذا كان هو رجل الشرطة أو الأجهزة الأمنية أن يفعل هكذا جريمة بحق الأبرياء فهذه لازم أن يكون الوقوف عندها أزمة أمنية تلقي بذلالها ليس على واسطة فقط بل على العراق بأكمله مع عجز القوات الأمنية التي أنفقت ميزانيات انفجارية لتطويرها ولم تنعكس على عملها كما يؤكد خبراء أمنيون ذلك بسبب الفساد وتغول الميليشيات بقرارها محول العراق إلى دولة تحكمها الميليشيات ترجمة نانسي قنقر